سبعة وتسعين امرأة نجحت بالانتخابات حتى الآن وفق النتائج الأولية لون تشوفين هاي النتيجة مساء الخير لحضرتك والكافة مشاهديكم الكرام أولا نبارك لهؤلاء النسوة الذين اشتازوا هذا الغمار الانتخابي بنجاح باهر ولأول مرة منذ تشكيل أول حكومة عراقية منذ 2005 ولحد الآن وندعوهن أن يستثمرنا هذا النجاح بصيخ صحيحة وخطوات صحيحة لتمثيل نواة أول نواة لتشكيل كيان يمثل المرأة العراقية ويهتم بحقوقها وتشريع القوانين التي تخص المرأة التي كانت ترمى في إدراج البرلمان بسبب القيود العقائدية والعشائرية وأيضا قيود أن تحكم الرجل في المرأة خصوصا فيما يخص المجتمع العراقي المجتمعنا الذي هو ذكوري ومجتمع عشائري ومجتمع قبلي يحط كثيرا من حرية المرأة تذهب المرأة وفق القانون السابق قانون سانتيغو المعدل مع رئيس الكتلة حيث يأخذ دساب الأصوات العالية وبعدها يسحب أصدقاء معها هذا القانون الآن قد انتهى ولن تكون هي مجرد عدد تكميلي أو مجرد تمثيل مسار سياسات الأحزاب التي تذهب معها إلى مجلس النواب اليوم نحن في خضم قانون جديد وحكومة جديدة وأيضا بداية تأسيس حكومة جديدة ندعوهن أن يستثمرنا هذا الاستثمار على أفضل وجوه وأن تخوضون في كل المجالات القيادية كما أشار السيد مقتد الصدر لا ضير من أن تمسك المرأة في المناصب القيادية وخصوصا نحن في العراق تعد شريعة حمورابي من أقدم الشرائع على الأرض عموما قد شرعت قوانين تخص المرأة فقد كان لها حق الزواج وحق الطلاق وحق رعاية الأطفال وحق أيضا أن يكون لها دخلها الخاص وحقها من مزاولة العمل وقد شددت شريعة حمورابي أيضا على معاقبة كل من يسيء إلى هذه المرأة نظر إليها ككيان محترم مقدس وأيضا نحن لسنا بأقل من تونس لتشغل المرأة نعم عذرا للمقاطعة هذا الرقم الكبير هل برأيك سيعطي المرأة داخل قبة البرلمان قوة أكثر من أجل الدفاع عن التشريعات الخاصة بالمرأة هو هذا الرقم الذي وصله لنسائنا اليوم سيكون فعالا لو كانوا فعالات في هذا المجال لو شكلنا تكتل نساء داخل قبة البرلمان للمطالبة بتشريعات ما يخص المرأة خصوصا في قانون العنف الأسري وقانون حضانة الأطفال وأيضا قانون الاختصاب وأيضا قانون حماية المرأة وإعطاها حقوقها وحمايتها أيضا في العمل هؤلاء النسوة يجب أن يعملنا على تشريعات تضمن حقوق المرأة وتضمن أيضا واجباتها تجاه المجتمع وتجاه عائلتها فأن يكون النفع عالات في بناء نواة جديدة لظهار الصورة الحقيقية المشرفة للمرأة العراقية فقد عانت المرأة العراقية على مرار عصور سابقة من تعسكر المجتمع وأيضا المشكلات التي يمر بها المجتمع العراقي كانت هي تحمل الكاهل والثقل الأكبر من هذه المشكلات وقد ساندت أبيها وأخيها الرجل في جميع المجالات فمن حقها الآن أن تكون فعالة في المناصب القيادية وأن تشغل مناصب قيادية لو لاحظنا على غرار العصور السابقة في هذه الحكومات السابقة لم تشغل مناصب قيادية مثل وكيل وزير أو مناصب في السلطة التشريعية أو التنفيذية لها حقية اتخاذ القرار نأمل أن تكون الآن موجودة تتواجد في فئة اللجنة النيابية وأيضا لجنة المفاوضات مع الدول التي يذهب بالوفود العراقية تتفاوض فيما يخص المسائل السياسية والاقتصادية لأن لدينا نسوة حقيقيات من فعالات ومجتهدات في مجال عمليهم سيد سهد أيضا اليوم نحن عدنا ضيفاتنا الكريمات سيكونون من الفائزات في الانتخابات على الأقل إلى الآن في النتائج الأولية شنو التشريعات أنت كامرة عراقية التي تطلبين من البرلمان الجديد البرلمانيات أن يعملنا عليها شنو هي التشريعات هناك تشريعات عديدة فيما يخص حقوق المرأة أولا لدينا نسب عالية من المطلقات ونسب عالية من الأرامل ولدينا أيضا فتيات لم تسنح لهم الفرصة أن يذهب للزواج ولدينا أيضا فتيات خريجات لم تسنح لهم الفرصة بالتعيين في دوائر الدولة فهذا الشرائح كلها الآن تنظر بعين الاهتمام لهذا ما وصلت إليه نتائج الانتخابات راجعين أن يكون لهم دعم معنوي أو مادي أو مساهمة في إدخالهم للمجتمع العراقي كوظائف أو كمشاريع خيرية أو كمشاريع صغيرة تبني بها نفسها وأيضا هناك مشاريع مهمة أيضا الأهم من هذا كله هو قانون العنف الأسري هناك نرى في هذه الفترات الأخيرة خصوصا في هذه السنتين الأخيرة حين حدثت جائحة كورونا نرى هناك تعنيف أسري واضح يحصل هناك نساء تحرق ونساء تقتل من قبل الرجال وبدافع عندهم من أمن العقاب ساء الأدب فنمي أن يأخذوا حقهم من المجتمع ولم يعاقبوا بما يستحق العقاب لأن مجتمعنا عشائري تنتهى هذه القضية بفصل عشائري أو إنهاء هذا الموضوع وأيضا قانون التعنيف الأسري الذي يشمل تعنيف الأطفال وسحبهم من أمهاتهم وقانون الأحوال الشخصية هذه القوانين الكلاسيكية يجب أن تغادروا ويجب أن نذهب إلى قوانين توازي العصر الذي نحن به وتوازي التجربة الديمقراطية التي يمر بها العراق وتوازي أيضا التضحيات التي قدمتها المرأة العراقية للمجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر